رحمة الله وبركاته زيادة سنوية قيمة رسوم تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد أقرى مجلس النواب تعديلات قانون المرور والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم ترخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاث أضعاف الحد الأقصى للرسم ولا تسري على هذا الرسم أحكام الآفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة رسوم تجديد رخصة السيارة تبقى لقانون المرور الجديد ضريبة 750 جنيه في السنة وتختلف على حسب ساعة السيارة الليترية بوليس التأمين إجباري 300 جنيه دفع رسوم ملسق إلكتروني بـ 225 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الزكي والتي تبدأ من 60 جنيه إلى 350 حسب الساعة الليترية للسيارة بعد دفع رسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة طبقا للشروط التي وضعها قانون المرور الجديد ترجمة نانسي قنقر